أتصدر اسم الحاجة فرحانة محركات البحث والسوشال ميديا خلال الأيام اللي فاتت وده بعد ما أوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته باحتفالية اتحاد القبائل العربية بانتصارات أكتوبر بضرورة إطلاق اسم الحاجة فرحانة على أي مشروع في سيناء ومصر وده تقديرا على دورها الكبير وأعمالها اللي قدمتها لمصر ومش حنسى أن أنا أقول أن الحاجة فرحانة لازم نعمل لها حاجة باسمها في سيناء وفي مصر في سيناء وفي مصر الحاجة فرحانة الست العظيمة النموذج للمصرية للبدوية للعربية للسينوية في وقت صعب جدا جدا كانت بتقدم والنهاردة ربنا يا ربي اديها العمر والصحة بنقول لها متشكرين وأرجو أن احنا نواجه لها التحية كلنا لو سمحتوا والحاجة فرحانة هي أكبر فدائية مصرية على قيد الحياة حاليا وهي عمرها 105 سنة وكان لها دور بطولي مهم جدا في الأعمال الفدائية بعد نكسة 67 ويمكن كان من أهم أدوارها أنها كان بتنقل الرسائل السرية من الفدائيين للكوات المسلحة وكانت بتخبي رسائل دي في ملابسها بالإضافة لكثير من الأعمال الفدائية وكمان البطولية ترجمة نانسي قنقر